السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم راح نشرح المشكلة عدم القدرة على نزول سطر جديد في الواتساب فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية يا شباب المشكلة اللي راح تواجهكم في الواتساب انه لما تدخلون على اي محادثة تكتبون اي كلام لو تلاحظون عندنا زر الارسال تحت فلا تقدرون تسوون ارسال فقط ولكن ما تقدرون تنزلون سطر ثاني فعشان تقدرون تنزلون السطر ثاني الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوونها ترجعون على الخلف بعد كده من هنا تروحون على الثلاثة نقاط اللي فوق على يسار وبعدين تروحون على خيار الاعدادات فراح تفتح معاكم هذه الواجهة تروحون على خيار الدردشات فهنا يا شباب في عندكم خيار مفتاح الادخال للارسال فهذا الخيار لازم يكون مقفل عندكم بهذا الطريقة فبعد ما تقفلونا الآن نرجع المحادثة مرة ثانية فلو تلاحظون يا شباب رجع معانا الخيارات الطبيعية اللي هو زر النزول السطر بهذا الطريقة فكده يا شباب بيكون حلة المشكلة عندكم فهذا كان شرح اليوم إذا حابين تعرفون أكثر على الواتساب والتطبيقات الأخرى اشتركوا معانا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة